نختبر الوضع احنا الحين احنا وثائق سفر وثائق سفر في الثمانينات ما بطلع لها فياز على امريكا وثيقة السفر مصريا ما معنا جنسيات احنا لانه احنا لاجئين احنا ابوي طلع من فلسطين على الكويت في في السبعة وخمسين احنا ما في تعديل جنسيات انت بتيجي وثيقة السفر الحين وثيقة في السبعة وخمسين كانت قطاع غزة جزء من مصر ماشي فانت بتتبع مصر مصر ما بتعطيك جواز مصري او جنسية مصرية بتعطيك وثيقة السفر مصرية للاجئين الفلسطينيين الحين ولا دولة في العالم بترضى تعطيك فيزا لانك انت ما معك جواز انت وثيقة السفر ما عندك جواز تسافر فيه فسبحان الله ابوي ايش قال قال تروحوا انتو الاثنين على السفرة الامريكية قدموا فيزا طلعوا لكم انتو الاثنين وديتكم طلع لواحد ما في حد يروح خلص فانا والله رايح وبدع يا رب ما يعطوني قلت ليش لانه مثل ما قلت لك ايه اخوي بدرس في سوريا وايه لي ابن عم بدرس في العراق والاثنين يعني بلاد جميلة والاثنين بلاد دراسة يعني كانت يعني تعرف جامعات العراق وجامعات دمشق عريقة يعني فروحنا وقدمنا سبحان الله لحد الان كل الناس بقول لك مع جزء كيف اعطوكم واحنا الاثنين وافقوا على المنزيزة